في مواجهتها مع أوكرانيا المتسلحة بترسانة غربية ترسل روسيا صواريخها غربا لضرب ما تقول إنها حضائر طائرات ومخازن أسلحة للنيتو علية الدقة أطلقت من البحر وأصابت أهدافها مباشرة هكذا تصف وزارة الدفاع الروسية صواريخها وهي الغاضبة من شحنات الأسلحة الغربية المتدفقة باستمرار إلى الأراضي الأوكرانية دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة وبعيدة المدى التي تطلق من البحر على حضائر الطائرات في أراضي مصنع زابورجيا للأليمونيوم التي تحتوي على شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأمريكية والأوروبية التي منحت لأوكرانيا وفي تقدم يحمل أهمية استراتيجية أعلنت روسيا سيطرتها بشكل كامل على منطقة خيريسون وهي حلقة وصل بين شبه جزيرة القرم ومناطق دونباس الانفصالية إضافة إلى ذلك سيطر الجيش الروسي على أجزاء واسعة من مقاطعات زابورجيا وخاركييف وميكولايف من جهتها قررت هيئة الأركان الأوكرانية بتقدم موسكو جنوب شرقي البلاد مع فقدانها السيطرة على عدة مناطق في إقليم دونباس لكنها أكدت أنها كبدت الجيش الروسي خسائر فادحة ومستمرة في التصدي لهجماته في أوكرانيا رصدنا تحركا كبيرا لمجموعة من قوات الاحتلال في اتجاهات سلوبوزانسك ودونيتسك يتخذ العدو جراءات لإعادة إمداد وحداته التي تكبدت خسائر أثناء العمليات القتالية وفي ماريبول تنشر موسكو هذه اللقطات لمسرح المدينة وتتهم من تصفهم بالنازيين بتدمير المنطقة وقتل سكانها في وقت تستمر فيه بحصار مصنع أزوفستال وتدعو المقاتلين داخله لتسليم أنفسهم مع ضمانات بحمايتهم من أي أذى